أود ابتداء أن أسمع منك تقييما لنتائج الانتخابات التي ظهرت حتى الآن فيما يخص كل الأطراف اللاعبة الرئيسية في الانتخابات لقراءة نتائج العملية الانتخابية هناك أكثر من وجه بالنسبة لموضوع المشاركة الانتخابية كان كما أشار الأستاذ اليس هناك القانون يحوي مجموعة من الفضائح مجموعة من التناقضات قادت إلى نوع من التحالفات الغريبة العجيبة وهو ما لم يقنع الناخبين بزيادة المشاركة في العملية الانتخابية يعني لاحظنا رئيس الجمهورية ينادي بعد ظهر أمس اللبنانيين للنزول إلى مراكز الاقتراع ولم يستجب اللبنانيون لذلك ساعة الماكينات الانتخابية الحزبية إلى إنزال الناس إلى صندق الاقتراع ولم تنجح لذلك بقيت فئة كبيرة من اللبنانيين تقدر بخمسين فاصل ستة من اللبنانيين لم يشاركوا بالانتخابات لأن المعدل الوسطي للمشاركة الانتخابية بلغ أربعين فاصل أربعة بالمئة هناك ظاهرة غريبة ظهرت في الأيام الماضية والساعات التي فصلت عن موعيد فتح صندق الاقتراع يعني في شباط الماضي كانت نسبة المترددين حسب أدق الأحصائيات واستطلاعات الرأي بما يقارب 30 إلى 32 بالمئة في بداية في منتصف لسان تراجعت نسبة المترددين إلى ما بين 18 و20 بالمئة من اللبنانيين فإذا بها في أربعة أيار أو خمس أيار تعود لترتفع إلى 30 بالمئة ما رد التردد اللبناني إلى أكثر من عنصر أساسي العنصر الأساسي الخطاب السياسي المتدني الذي استخدمه بطريقة لم يألفها الشعب اللبناني في أيام الحروب هناك نوع من المقالب والانقلابات السياسية والحزبية هناك خروج على أوامر القيادات الحزبية بترشيح قيادات حزبية على لوائح تناقض الحزب الذي ينتمي إليها المرشع هناك تفاهمات في كسروان غير مسموح بها في بيروت وإذا جرت في بيروت غير مسموح بها في صايدة يعني التقلبات كانت مواضيع كما يقال باللبناني على الأطعم وهو ما أفقد العملية السياسية عنوانها السياسي لم يعد هناك عنوان للانتخابات صار العنوان للتفضيل بين عضو وعضو من ضمن اللائحة الواحدة لكل هذه الأسباب يعني انسحبت نسبة التردد على أكثرية اللبنانيين فغابوا عن صنرديق الاقتراع ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية وهو ما يعتبر صفعة غير قليلة للعاهد صفعة للحكومة صفعة لكل من خطط لهذه العملية الانتخابية وكان أهل الحكم من ضحاياها يعني اليوم التراجع في شعبية الرئيس سعد الحريري مرده إلى ضعف المشاركة صعود بعض الأسماء وسقوط بعض الأقطاب أو الأطراف المرشحين الأساسيين مرده أيضا إلى تراجع نسبة المشاركة شهدنا هذا المساء إعلان نواب بمدينة زحلة فاز ب77 صوتا وسقط زميله وقد ناله حوالي 7500 صوت